انبارح كان في عدة مباريات قوية جدا ضمن الجولة الأولى من الدورة المصري المباراة الأولى جامعة ما بين الاتحاد السكنداري وفاركو وفاز بيها الاتحاد بهدف نظيف كمان تعادل فريق بيرامنز مع بيترو جيت واحد واحد المباراة كمان الثالثة كانت ممتعة وجامعة ما بين الزمالك والبنك الأهلي وانتهت بفوز الزمالك 3-2 أما النهاردة هيلعب في نفس الجولة الأهلي وسراميكا وإسماعيلي وغزل المحلة هنعرف تفاصيل أكتر عن هذه المباراة من ضفنا اللي منوارنا فيه الستوديو الكابتن عمر الخشاب النقد والمحلل الرياضي صباح الخير عليك صباح الخير يا محمد صباح الخير على دينا وصباح الخير على جميع السادة المشاهدين يا أهلا بيك مبدأ على طول بفوز الاتحاد السكنداري على فاركو شفت المباراة إزاي وهل كان فوز مستحق بص يعني الاتحاد السكنداري بداية جديدة مع مدير فني يعتبر متمرس لحد ما في الدور المصري بابا فسيليو طبعا ليك تجارب قبل كده سواء بتتكلم على ودي دجلة من كم سنة ثم طبعا بتتكلم على البنك الأهلي وفرق أخرى يعني فبالتالي هواية جديدة ده ما بيميل هواية الاستحوازية أكتر فلسه برضو ما تقدرش تحكم حكمه مطلق لكن بداية جيدة بداية مميزة الجمهير السكندارية يعتبر بتفكرنا من نفس البدايات اللي كانت من الموسم قبل الماضي لما كان المدير الفني الكرواتي مع الاتحاد السكنداري لكن طبعا احنا محتاجين نشوف استمرارية في الفوز الاتحاد السكنداري عشان خاطر يدي طمأنينة كده الجمهير السكنداري نحن انت محتاج تشوف الاتحاد ومعظم الأندية الجمهيرية في بطرات أفريقيا الموسم الجاي ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله زمالك كمان كان ليه مباراة مع مبارح مع البنك الأهلي شفت أداء الزمالك زي خاصة يعني بعد مباراة السوبر المصري واخسرته ليها يعني متوقع نوة هل أداء هتراجع هليكون كويس لكن النتيجة كان 3-2 شفت الأداء مبارح كانت زي بوسي والزمالك دايما على يعني موعد كده في الأهدف القاتلة مع البنك الأهلي يمكن أن برح عبدالله سعيد سجل الهدف رقم 130 ليه في الدور المصري يعتبر أكتر لعيب سجل الهدف في الدور المصري منهم 35 ضربة جزاء تتكلمي على يعني ده يمكن تالت مرة الزمالك يكسب البنك الأهلي في أوقات زي مرتلق قاتلة 2002 الهدف الشهير بتاعيوسك وثمنا به السنة اللي فاتت 2023 هدف شيكابالا في ديئة 96 وانبرح هدف ديئة 97 لكن برضو كل ده محمد مقللش من قيمة وجودة أفكار كابتن طرق مصطفى ومدير الفني البنك الأهلي وإزاي قدم مباراة بصراحة جيدة جدا جدا خلى دايما الزمالك يعني محصور في التلت الأولاني كان عاجز على الخروج بالكورة يمكن كان الحلول اللي دايما بيرجأ لها جميز هو نزول عبدالله سعيد الاستنمى بين الدفاع والاستنمى والتمرير الطولي خلف المدافعين يمكن البنك الأهلي كان في أغلب المباراة كانت أفضل من نادي الزمالك وابتدأ يستغل يعني بطء أحياناً بين الدفاع سواء المسلوسي أو حسام عبد المجيد كل ده ناتج عن أن فعل البنك الأهلي لمس الكورة داخل منطقة جزاء نادي الزمالك حوالي 18 مرة وده رقم خلي بالك كبير كبير أن انت بتلعب يعتبر فرق مش كلاس ايه وانت بتحرجها كأهلي أو كزمالك وده اللي هنتكلم على أكتر برضو على سراميكا لكن المجمع العام الزمالك قدر يستغل بعض الأخطاء الفردية على مستوى اللعيبة أو مستوى يعني جودة اللعيبة في البنك الأهلي خصوصاً في التلت الأولين أو تلت المدافعين سواء محمد بسيوني في الكرة العرضية اللي كان سيئ فيها فعلاً محمد بسيوني زهير الأيمن البنك الأهلي قبل هدف الأول نادي الزمالك ثم بعد كده التزديد تغفيلة كده كده بالضبط كده الله يعيش ثم بعد كده الهدف الثالث اللي ده ما جيه في وقت قاتل جداً نتيجة ضرب الجزاء طبعاً نتيجة لمس الكرة قبل ما تبقى فول ورجع كابتن محمد عادل لتقنية الفار ثم بعد كده رجع احتسب وأكد ركلة الجزاء وهدف مميز في عبدالله سيد في وقت قاتل لكن المجمع العام ده بيدي برضو جرز انذار لنادي الزمالك ان انت برضو داخل أمام دوري صعب دوري قوي لازم جميز يبتدي يفكر في الصفقات اللي هو محتاجة في نير الجاي عشان برضو حتى الآن سكواد نادي الزمالك لسه برضو ينقصه بعض العناصر على المستوى الأمامي وكمان على المستوى الدفاعي برضو طيب انا عايز اتكلم بقى طبعاً مش عن أداء نادي الزمالك كله لا انا عايز اتكلم فقط بس عن عبدالله السعيد عبدالله السعيد حامة وكواليتي زي ما بنقول وان العيب يكون في السن ده وبالأداء ده ما شاء الله عليه يعني اعتقد ان دي عقلية يعني هو الراجل عنده رؤية يعني وقاعد بيفكر ويخطط الموضوع مش ماشي كده بس يا محمد استحالة يكون بسم الله ما شاء الله واني والحاولة كده 39 سنة ويوصل المستوى ده من فراغ استحالة يكون الموضوع صدفة تتكلم على راجل بيهتم بأدكة تفاصيل الشخصية لنفسه على الأكل على الصرب على التدريبات على الجامعية تتكلم حتى على جزئية التحليل الفردي دايما بيهتم بالتقنيات المعينة المتعلقة بالتحليل الفردي سواء تقنية الفيديو أو حتى مع محل الأداء معين خاص به يعني بيبتلي حتى تشتغل على بعض الأخطاء حتى لو تكنيكية بسيطة جدا يعني كل التفاصيل دي وغيرها بيأكد ان عبدالله سعيد كل ما يزدد يعني كبر سنة كل ما يزدد يعني سجم بسرعة كمان يعني شفتم مع الأهل مع پيراميدز مع زمالك فأي اسلوب لعب عبدالله سعيد مناسب لي اسلوب لعب العيد في لعب بتلعب لعب مباشر على المرمى فريق بلعب يعني اسلوب لعب استحوازي أكتر فعبدالله سعيد أيا كان الفريق اللي بلعب معاه وطبعا بمعظمه فرق كبيرة يعني بيتأقلم سريعا أنه عنده فلعب من التقنيات ومن الوعي التكتيكي على أعلى مستوى عبدالله سعيد زي ما قلت لك نبراح في بداية كلامي سجل الهدف 130 لي منهم 35 ركلة جزاء عبدالله سعيد سجل الموسم التسعة عشر على التوالي عشان يكون تاني أكتر لعيب تسجيل الأهداف متتالي يعني بعد حسام حسن طبعا كابتن حسام حسن مجير الفان المتخب مصر سجل عشر موسم متتالي فعبدالله سعيد يزدد رونقا ويزدد حقيقا الأرقام القياسية طيب انبراح برضو كان فيه مباراة مهمة ما بين بيتروجيت 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 يمكن واحد واحد النتيجة هل أداء وصفته ضعيف في قصور في بعض الأماكن أو في بعض الدفاع في الهجمات شفتها ازاي مباراة مباراة بصي برضو خلينا نحط كل الأمور في السياق أو الأهل أو الزمالك وبنزل لدينا بش بيلعبوا نفسهم بيلعبوا الفرق والفرق دي بتدرس إيجابياتهم وسلبياتهم فبتتكلم بيتروجيت تنبراح مع المدير الفني المحنك كابتن سيد عيد اللي كان أكتر من سبب رئيسي فسعود كذا نادي للدور الممتاز وصمم أنه يكمل مع بيتروجيت وكان تصميم إدارة بيتروجيت وكان تصميم جايد دايما نحن نشوف الفرق اللي بتصعد من درجة الأدنى للدور الممتاز بيتم تغيير المدرب على طول يجيب المدربين أكثر تمرسا فده طمر ببقى الأمور سيئة جدا لكن قرار جايد جدا من إدارة بيتروجيت تستمر كابتن سيد عيد المدير الفني المحنك فبتكلمك إن برح قدر بيتروجيت تستغل أخطاء كتيرة لنادي بيراميدز خصوصا دايما بيراميدز بلجأ الدفاع المتقدم فبالتالي كان فيه مساحات خلفه فبالتالي دايما بيتروجيت في الشوط الأول تحديدا اللعب حوالي سبع كورة طولية منهم أربع كور كانت مميزة للمهاجم بيتروجيت اللي سجل هدف وكان فيه هدف أولاني ولكن تقلق طبعا الشناوي سألها ويعني ما يعتبر كان أكس جي بتاع أول هدف كان متوقع ويعدي نسبة اتنين وكسور من العشرة في التكلمة مدير فني محنك قدر يستغل بعض السلبيات لبيراميدز وفي نفس الوقت بيراميدز برضو حتى الآن بيعاني من كمية إهضار الفرص جودة لعيب على التلتة الأخيرة على أعلى مستوى مع مدير فني بعتبر مميز جدا يوريتيتش وهو استكمال لكابتن إهاب جلال رحمة الله عليه وبرضو مع تاكيس جونياس قدر يعمل التوليفة المناسبة للفرقة تلعب لعب مباشر أكثر على المرمى لكن حتى الآن يزار بيراميدز بيهدر نقط في الأول وطارد جدا يبتدي يعاني منها في الآخر لازم بيراميدز يبتدي يستغل لكم الهائل من الفرز اللي بصنحها خصوصا تحديدا الشوت الثاني بيراميدز محمد كان أفضل بكتير جدا وصنع أكتر من كرة بيراميدز الشوت الثاني سدت حوالي 12 تسديدة منهم 5 أون ترجد ده طبعا تقلق عمر صلاح حارس مرمى بيترجيت فده بيأكد ان بيترجيت فعلا قدم أداء مميز جدا على سياق الدفاع التحديدا في الشوت الثاني وبيراميدز على رغم تعادله لكن برضو قدم مردود إيجابي جدا في الشوت الثاني وكان على وشك يسجل هدف اللي تقدم وكان ممكن يخرج فيه 2-3 لكن طبعا الأولى تقلق حارس مرمى بيترجيت النتيجة انتهت واحد واحد طيب قبل ما نتكلم عن المباريات بتاعت النهاردة عايزك تقولي كده رؤيتك للي شفته من مباريات الأمس هل انت شايف ان الفترة دي احنا في بداية دوري مختلف شوية كل السنوات الأنديا الجماهيرية بتتساوى مع أنديا الاستثمارية وأنديا الشركات كله بيقدي كله داخل سخن في البداية عشان يبتدي يحصل نقاطه ما يعنيش في النهاية بص الدوري اللي الموسم ده فعلا زي الكلمة اللي بتتقال بقى لنا فترة دوري استثنائي مش استثنائي بس ان هو مضغوط كمدة وده كان من الطبيعي ان انت تبدأ دوري طبيعي جدا زي دوري في العالم في شهر 9 أو حتى 8 وتنهيه في شهر 5 لكن طبعا الأمور صعبة جدا بلا تربخ خمس موسم محمد بن عانيم الجزيدي يمكن القرار الأمسة الأول أميز اللي اتاخد في حوالي شهر من الربطة أنه أنا خلاص هنظم دوري مضغوط شوية يعني يعتبر شكل جديد بتم أخذ صورة منه مصغرة من الدوري البجيك الدوري يخلص بدري بالضبط يخلص بدري دور واحد كامل طبعا معظم السادر المشهدين ممكن مش عارفين الدوري الجديد انظامه دوري باختصار شديد يا محمد أن الفرع هتلاعب بعضها كدور واحد دور متكامل تبقى القرعة التي عملت تبقى التنكية الصناعية التي عملت القرعة بديهيا بدون اللجوء للعمل البشر عشان خاطر ما تبقاش فيه مطشط في الأول بيبعدوا فرعا آخر فده طبعا كان معظم الفرع بتعاني من القصة دي من السنين اللي فاتت مع طبعا دور تاني هتقسم جزئين جزء 9 فرعا هتقابل بعضها من أجل المنافسة على لقب الدوري ومن المركز العاشر للمركز التمانتصر محمد من أجل البقاء في الدوري وده بيخلي الدوري إجابة على سؤالك الدوري بزداد صعوبة أن كل مطش كل فرقي محتاج تلات نقط أنت ما ينفعش تعتمد أن الدوري التاني أنت هتجمع نقط أنه ما فيش دور تاني فبالتالي أنت لازم كل مطش تنزل من أجل الفوز حيث تقولك برضو من دي من الأكلشات المسمحة الفريق بيلا بعد تعادوا من تلعب تعادوا النسبة كبيرة هتخسر حتى تقدر تعود فبالتالي هتقدر أو هتوب عندك عائد سلبي الدوري التاني اللي هو أصلا ما يسمى بالدوري التاني ده مش موجود أنت هتلعب من أجل المنافسة على الدوري أو من أجل البقاء على الدوري ده بيخلي كلامك بيخلي الدوري من أول المسم أو مع تحديدا منذ بيت الدوري من حوالي ثلاث يام أكثر تنفسية كل الفرق بتلعب لحد ما عاوزة تكسب عاوزة تجيب أكتر عدد من الأهداف عشان خاطر تأمل نفسها بالضبط تتأمل نفسها طبعا فيه فرق لسه لحد ما ما أخدتش لفورمة الماتشاط لكن لو الأمور ما تلاحقيتش في الثلاث أربع خمس أسابيع الأولانين ممكن الفرق دي دي بتري نحط عليها علامة استفهام أنها تبقى من دمن الفرق اللي هتبقى طبعا من الجسم التاني أو الجزء التاني من الجدول الدوري أو التسعة الفرق اللي هتصارع من أجل البقاء في الدوري نجم ثلاث قرات وطبعا وتأهل نصف نهائي الانتر كونتيننتل النادي الأهلي هيلعب النهاردة مع سراميكا مباراة قوية جدا هل هو بنفس الرونق والاستعدادات الخاصة اللي كان فيها يعني حصد عدد كبير من البطولات الفترة اللي فاتت فأكيد هو في يعني زي ما بقولك ده في قمة عطاء ويعني لعبه هيكون مميز جدا سراميكا هتكون دورها ايه قدام الأهلي النهاردة بسي طبعا مبروك لجمهيري النادي الأهلي والشعب المصري بسفة عامة طبعا على فوز النادي الأهلي بالانتر كونتيننتل أو بالأفرق السيوية اللي هي مسمى الأصغر من الانتر كونتيننتل وطبعا صعوده للسيمي فاينال وبإذن الرحمن يوصل أبعد منه وقابل ريال مدريد في النهائي إن شاء الله بدون مقاطعة لكن في نفس الوقت خلينا برضو نحط الكلام في سيوات قدينا دايما كولر عنده بعض الأمور اللي بيقدر يستغلها كابتن أيمان روماضي مدير فني المحنك اللي شايفه بوجه النظر المتوضع الأفضل حرج النادي الأهلي في السوبر مش اللي فات ده كمان تكلم السوبر عام الماضي حتى في مطشوات الدوري دايما بيقدر يعني يخلي الأمور الإيجابية لصالحه أكتر منها سلبية مدير فني عنده شئ من الاتزان الفني دايما بيستغل بعض الصغرات الفنية للنادي الأهلي اللي على الرغم كل الفرق ممكن تدرس النادي الأهلي على مستوى الإيجابيات سواء هجومين أو دفاعين لكن هو عنده بعض الأمور التفصيلية كده لأن الكلمة الأكتر بيستفادة سريعا مع سادة المشاهدين فبالتالي مطشو دايما الأهلي وسراميكا من المطشوات اللي أنا أقولك دلوقتي من الصعب نتوقع أو نقدر نقول أو نجزب من نسبة 90% أو 50% إن الأولايات بالنادي الأهلي إن برضو بيقابل زي ما قلت لك كولر مدير فني متبرس بالنعب أمام النادي الأهلي طيب إحنا كمان عندنا الإسماعيلي وغزل المحلة واثنين من الأندية الكبار جدا وليهم قاعدة جمهارية عريبة المباراة تكونوا عاملة إزاي مطشو من المطشوات اللي احنا كلنا كمحب الكرة أو متعبين الكرة مستنية طبعا آخر يمكن آخر مطشو جاب عاملهم الموسم قبل الماضي لما كان غزل المحلة متواجد في الدور الممتاز الإسماعيلي بيشولك بصوب الجديد طبعا يعني استكمال الكيادة الفنية كابتن حمد إبراهيم مدير الفني طبعا اللي كان قبل كده الأسبق لنادي الإسماعيلي ثم تولى الكيادة الفنية دينا بعد طبعا رحمة الله علي كابتن نهاب جلال فمطشو أنا شايفه يكون مطشو فيه جزء كبير من الاندفاع البدري جزء كبير من أن أنا استعجال الفوز وده ممكن أثر على نتيجة المباراة لكن في الأول في آخر أحسن ما في المطش هالجمهيرة الممتواجدة فريق غزل محلة من الفرر بتلعب لعبه مباشر أكتر على المرمى فريق الشمعيلي بيحاول كمل هويته مع كابتن نهاب جلال رحمة الله علي مع طبعا المدرب اللي كان المساعد الموسم مودي كابتن حمد هوية الاستحواذية فاثنين المدربين مختلفين عن بعض فريق بيلجأ للاستحواذ أكتر من الكورة المباشرة وفريق غزل محلة بيلجأ كورة طولية لكن في الأول في آخر يا محمد بإذن الرحمن نستمتع بمباراة المميزة واثنين فرقيتين جمهاريتين إن شاء الله كل شكر لك طبعا محلل كابتن عمر الخشاب شكرا جزيلا شكرا لك